السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتمنى رب تكونوا بخير وبصاحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل منحة البنك الاسلامي بالتعاون مع الحكومة التركية وزي ما شرحنا في الفيديو السابق عن المنحة دي وقلنا انها منحة موالة بالكامل وفيها يعني مميزات كتيرة جدا متاحة لجميع التخصصات وفيها جامعات كتيرة جدا متاحة لها التقديم تمام? وانا هزار لكم في اعلى الشاشة دلوقتي الفيديو اللي كنا شرحنا فيه كل تفاصيل هذه المنحة وايضا في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده هتلاقوا برضو الفيديو اللي كنت شرحت فيه كل تفاصيل ومميزات المنحة دي. طيب بالنسبة لفيديو النهاردة انا هكلمكم فيه عن كيفية التقديم بقى للمنحة دي وازاي اه نقدم في الخاص بها ونتبع كل التعليمات المطلوبة تمام? دي المقالة الخاصة بالمنحة زي ما انا كنت وضحت كل التفاصيلها. وفي اخر المقالة دي هتلاقوا هنا الروابط الخاصة بالمنحة زي الاعلان الرسمي وايضا روابط خدمتنا خدماتنا الاضافية اللي انتم حابين تقدموا من خلالنا. هتيجي تضغط على الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك هيفتح معاك الاعلان الرسمي للمنحة بالشكل ده. هتلاقي فيه كل التفاصيل موضحة. اه ايضا ممكن تطلع عليها هنا. موضح ايه للتمويل الخاص بالمنحة. موضح بداية المنحة امتى? والمنحة ابتدت النهاردة بتاريخ خمستاشر مارس الفين واحد واشري. تمام كده? طيب خلينا دلوقتي بقى نروح ونشوف ازاي ممكن نقدم للمنحة دي. طبعا معروف عن منحة الحكومة التركية يعني اه الابليكيشن بتاعها للتقديم بيكون ازاي وخلاص يعني منحة الحكومة التركية معروف ازاي ممكن تقدم لها. فالتقديم للمنحة دي هيكون على نفس الوتيرة ونفس اه النظام بالزبط بتاع الحكومة التركية. فهنروح نعمل او لوجين على الابليكيشن بتاع الحكومة التركية. تمام? وهيفتح معانا الابليكيشن بالشكل ده. تمام? زي ما انتم عارفين بيفتح بالشكل ده. عشان الاول تسجل تمام? لازم تروح تضغط على كلمة وهنا ده الموقع اللي انت هتعمل من عليه او هتسجل في الاول فتحط اسمك والميدل نيم والسير نيم لهو الاسم العائلي. تمام? وتحط بتاعك وتاريخ ميلادك وتكتب بياناتك بشكل طبيعي وهنا بتكتب سواء الخاص بك انت بتحط الاجابة بتاعته برضو. تمام? وبتضغط على الكاباتشا دي. تمام? عشان تعمل يعني او عشان تحقيق انه مش روبوت وبتضغط على وبعد كده بتضغط على سيب ويبقى انت كده سجلت بنجاح على موقع المنحة. وبيوصلك لينك على الايميل بتاعك اللي انت حطيته هنا. وبتفعل اللينك ده وبعدين بترجع تاني تمام? اللي هو جزئية بترجع لها تاني. وبتحط بقى الايميل بتاعك وبتحط الباسورد تمام? وبعدين بتضغط على كلمة هنا بتحط ايميلك وهنا بتحط الباسورد وبعدين بتضغط على كلمة وبتخش المنحة. تمام كده? طيب لما بتدخل المنحة بيفتح معاك المنحة بهذا الشكل. تمام? ده الشكل اللي احنا عارفينه في المنحة التركية وهي نفسها مفيش اي اختلاف خالص. طيب اه انت لما تفتح المنحة هيفتح معاك بالشكل ده وهيطلع لك من فوق من هنا هومبيج اللي هي الصفحة الرأسية وهنا بيقول لك ان منحة البنك الاسلامي بالتعاون مع المنحة التركية مفتوح لها التقديم الان وممكن تعمل يعني تضغط على قبلية وتقدم لها تمام بس انت قبل ما تضغط على قبلية وتقدم للمنحة لازم الاول انك تملأ كل هذه الخانات لان دي الخاص بالبروفيل بتاعك لازم هم يعرفوا البروفيل بتاعك ويشوف البروفيل وايه المحتوى فيه ومعلوماتك الشخصية ومعلومات العائلة والخبرات والمؤهلات التعليمية وما الى زي في الجزئية الاولانية هنا بتلاقي عندك البرسنال انفورميشن تمام? في البرسنال انفورميشن دي هي فيها معلوماتك الشخصية اللي هي بتحط فيها معلوماتك الشخصية بتحط الصورة الشخصية لك اسم العائلة بتاعه كل بنات اللي تم وضعها في الريجستريشن بتضيف عليه الصورة الشخصية في الجزء دا اللي هو الفيهو معلومات العائلة بتحط اسم والدك والدتك بتحط مدخلكو الشهر كام تمام وهنا الConnect info اللي هي معلومات التواصل معك بتحط بقى الايميل بتاعك بتحط رقم الهاتف بتاعك عنوان السكن الحالي لو عندك اه يعني بروفايل على فيسبوك على انستجرام الحاجات دي كلها بتحطها كزيادة من وسائل التواصل تمام كده وهنا اللي هي المعلومات الخاصة بيك يعني لو انت حاليا بتدرس اه سنوية عامة وفي اخر سنة من السنوية العامة بتقدر تقدم عادي لو انت خلص سنوية عامة برضو بتقدر تقدم بتحط مينات المدرسة اللي انت بتدرس فيها لو انت اه مخلص مثلا بكالريوس او في اخر سنة بكالريوس وعايز تقدم بتقدر عادي جدا برضو بتحط معلومات اه درجة بتاعتك فبتحط كل آآ يعني الخلفية التعليمية بتاعتك سواء اللي انت بتدرس فيها حاليا او اللي انت أنهتها سابقا تمام كده طيب وهنا بتحط معلوماتك بقى بتاعت اللغة يعني انت لغاتك اه ايه اللغات اللي انت بتعرفها اللغة الاساسية بتاعتك هي اللغة العربية وبعد كده بتضيف اللغات الاخرى اللغة الانجليزية الفرنسية بتضيف مستواك في كل لغة وبتحدد لهم هل انت بتعرف اللغة التركية ولا لا? لو انت مش بتعرف اللغة التركية بتحط كلمة نهو خلاص. وهنا في بتحط فيها خبراتك اه العملية تمام? ودي مش مطلوبة بشكل الزامي. يعني مش مطلوب انك تحط الخبرات دي بشكل الزامي. ولكن لما بيكون معك اي خبرات عملية اشتغلت مسلا عمل مدفوع الاجر او هنا وبتحط تفاصيلها المؤسسة اللي انت اشتغلت معها بدأت من تاريخ كام لكام. آآ كان نوع التوظيف ده ايه? تمام? كل ده بتحطه هنا. وهنا بتحط الخاص بي. تمام? بعد كده في حاجة اسمها اللي هي مسلا لو انت خدت جوائز اسناء دراستك خدت شهادات تقديرية آآ مسلا معاك شهادات اضافية زي كل هزي الاشياء اضافية لو معاك بتحطها لو مش معاك خلاص. اللي هي بالنسبة بقى للتطوعات. يعني انت مسلا عملت تطوع اخدت كورس معين حصلت على جائزة معينة كل ده بتضيفه في الجزء ده. تمام? وهنا اللي هي يعني خبرتك عن تركيا يعني هل انت مسلا زرت تركيا قبل كده هل لك اقارب فيها آآ كل هزي الاشياء اسئلة من هذا النوع يعني تمام? طيب كده وضحنا لكل الاجزاء دي كل الاجزاء دي وضحناها وازاي تملعها. بترجع بعد ما بتملع الاجزاء دي كلها بترجع للجزئة دي من تاني. تمام? وهيطلع لك دلوقتي اللي هو الجزء بتاع آآ منحة البنك الاسلامي. اللي هو منحة البنك الاسلامي وانه مفتوح الان وممكن تقدم ليه. تمام? وبتشوف انت عايز تقدم على اي درجة علمية. سواء باكل ريوز ماجستير ودكتوراه. وبتحدد الدرجة وبعد كده بتدخل على حسب الدرجة اللي انت عايزة. يعني هنا بيقول لك باشولار ديجري ولا ماستر ديجري ولا بيتش دي ولا ريسيرش. فانا مسلا هتقدم على ماجستير. يبقى تيجي عن جزئات الماستر. وتروح ضغط على كلمة قابليه. تمام? وتعمل انك فاهم كل القواعد والشروط الخاصة بالمنحة. وانك موافق على البيانات اللي انت حطتها سابقا انها صحيحة. تمام? هيفتح معنا بقى جزئية اخرى خالص. دي كانها يعني انا ممكن اقول لكم كده كأن الاجزاء اللي هنا دي كلها كأنها معلومات شخصية. وهنا ده بقى الجزء جزء تاني من الابليكيشن انت بتتكلم فيه عن اختيار تخصصاتك ويعني ليه عايز تقدم للمنحة دي وما الى ذلك. تمام? طيب. فاول عندنا هنا اللي هي شروط المنحة لازم توافق عليها. فانت بتعمل وبعد كده بتعمل وبتخش على الجزئية اللي بعدها. لازم توافق الاول على الشروط. هنا في الجزء ده اللي هي الاشياء او التخصصات اللي انت عايز تقدم عليها. فبتيجي هنا بتضغط على كلمة تمام? وبيطلع لك التخصصات اللي انت المفروض تقدم عليها. وركز بها معي. يعني على سبيل المسال انا مسلا اه تخصصي هندسة مدنية. تمام? فانت لما بتكون مسلا درست بتاعك هندسة مدنية. تمام? فبيطلع لك التخصصات على حسب بتاعك. يعني مسلا واحد درس اه هندسة مدنية فهيطلع له في الماجستير التخصصات الخاصة بالهندسة المدنية. انت بتدرش تتحكم في التخصصات. يعني ما فياش واحد يكون درس هندسة مدني وعايز مسلا يدرس تجارة. ما بتدرش تتحكم في التخصصات. هم بيطلعوا لك التخصصات تلقائيا. انما لو شخص مسلا باكالوريو اه شخص مسلا سنوية عامة وهيقدم على دراسة الباكالوريوس بيطلع له قائمة كل التخصصات المتاحة. تمام كده? فهي دي الفكرة. انما لو انت هتقدم بقى على ماجستير او دكتوراه بيعتمدوا على الخلفية التعليمية بتاعتك السابقة في الباكالوريوس وفي الماجستير. لما تقدم دكتوراه كمان. طيب. فبتختار بقى احد هذه التخصصات. كل كل التخصص وفيه مجموعة من الجامعات المتاحة. بتقدر تختار الجامعات اللي انت عايز كمان تدرس فيها. تمام كده? طيب. كده كمان اه حددنا التخصصات ممكن تختار بحد اقصى اتناشر جامعة واتناشر التخصص. بعد كده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو خطابات النية او مقالات النية. انت هنا في الجزء ده بتتكلم ليه عايز تقدم للمنحة. تمام? وهنا في كل مقالة من المقالات دي لازم تكتبها بطريقة كويسة. يعني في الاول بيقول لك ايه توقعاتك من الانضمام لهذه المنحة? ازاي المنحة دي هتفيدك? كل هزي الاشياء. طبعا كل مقالة من دول لازم تجاوب عن السؤال نفسه. يعني ما تحطش مسلا يعني ما يكونش هنا بيسألك عن حاجة معاينة تروح انت كاتب له مسلا انا شخص متميز انا قدراتي كويسة تروح تحط له بتاعك لا. حاول تجاوب. السؤال تجاوب على او الاجابة بتاعتك تكون على حسب السؤال نفسه. ما تخليش السؤال او الاجابة بتاعتك تتفتح منك كتير. خليها على حسب السؤال المطلوب فقط. تمام? فكل سؤال تشوفه بيسأل عن ايه او مطلوب في ايه? وتكتبه. حتى لو مثلا بيهبقى مطلوب بخطط البحس. مطلوب مثلا انت ايه بتاعك? وال التوبك اللي انت شغال عليه ولكلام ده كله? فبتكتبها وتحطها هنا. تمام كده? طيب. بعد كده لما بتحط بقى المقالات النية وبتكتبها بتخش بقى. هنا ما عندناش في ده خطابات توصية. بعكس المنحة تركية كم مطلوب خطابات توصية. هنا ما عندناش توصية تمام? بتحط المقالات النية بعد كده بتنتقل مباشرة لمكان الانترفيو بتاعك هتعمله فين? تشوف بقى انت مقيم في اي دولة حاليا وبتكتب الدولة دي تمام? مسلا لو انت مقيم حاليا في مصر تحط ايجيبت وبيطلع لك بعد كده المكان اللي انت ممكن بتعمل فيه الانترفيو. في مسلا الاسكندرية او القاهرة بتختار اي واحد من دوله. على حسب دولتك بتختار بتاع الانترفيو تمام? بعد بقى لما بتخلص بتعمل كل الاشياء دي بتروح على السامري تمام? اللي هو مراجعة الابليكيشن بشكل كامل. وبعد لما خلاص انت بتراجع الابليكيشن وبتتأكد ان كل المعلومات اللي انت حطيتها صحيحة بتضغط على كلمة صميت وبكده يبقى انت قدمت للمنحة بنجاح. طبعا انا السامريو في مش هطلع لي لان انا اصلا ما لقتش كل الخنات بتاعت الابليكيشن. لكن انت بعد لما تخلص كل الاشياء هيتطلع لك السامري وتقدر ترجع كل المعلومات اللي انت حطيتها. ولو متأكد من كل الاشياء بتضغط صميت ويبقى انت كده قدمت بنجاح في المنحة. تمام كده? فانا كده شرحت للكوا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة. ملحة مميزة بتعرض يعني حصريا. هذه السنة لأول مرة يعني بالشراكة مع المنحة التركية او حكومة تركية. والبنك الاسلامي. في ارايت اه يعني تهتموا بالمنحة دي لانها شاملة لكل المراحل اللي مرتب شاري كبير ومميزات كتير جدا. وما تنسوش خدماتنا الاضافية. بنساعدكم في التقديم لايه فرصة منح انتم عايزينها لو حابين تقديموا نخلالنا على المنحة دي برضو متاح ورابط خدماتنا الاضافية موجود هنا وموجود ايضا في صندوق الوصف اسفل الفيديو وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق وربول لكم في المنحة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته